موسيقى اشتركوا في القناة كان والله صعب شوي يعني بس الحمد لله ماشي ماشي شو اسمك فهد سنجك من عنابتا اهلا وسلا فيك فهد سنجك من عنابتا اهلا وسلا فيك طيب شوش طريق طوع العيد والله لسه بنتسوق نتسوق يلا اخر يومين صحيح طيب احنا معنا مع صلاطة الغزال اكيد اسمعت عن المنتجات الغدائية صلاطة الغزال اذا بتجاوب عسال تاخد هديتك مباشرة انت خاطب ولا متجوز خاطب طيب اسمع اذا فزت بتجائزة انت بتاخد هاي بتطروع الضار بتقول هاي جبتلك هدية ماشي طيب اسمع من اول من كتب لا اله الا الله محمد رسول الله سيدنا سليمان على العملي على العملي انا بحكيك اه على العملي يعني على العملي كتبها مين هو اول من كتب لا اله الا الله محمد رسول الله على العملي يعني شخص ولا شخص طبعا شخص شخص اللي كتبها والله ما عند علم بس اللي كتب بسم الله سيدنا سليمان اعتقد اول من كتب شو بقولك جرب حتى من الخلفاء خلفاء هو مش واحد من الخلفاء عكل حال لا مش من الخلفاء كمان لا والله ما عند علم طيب نقول لك كل عامو انتو بخير يعني طيب انا ممكن ساعدك بغيلك السؤال بس ماشي طيب ما الاسم الذي اطلق على الذين امنوا بعيس عليه السلام معروف اسمهم بعرفهم شو اسم اتذكر شوي يلا اتذكرهم الحواريون الحواريون هاي صح هاي صح يعني اصرارك حلو هاي مجموعة من منتجات صلوات وصلاة وصلاة شكرا رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله موفكين الجودة اسلوب حياة كملي معكم مع شركة الغزالة لمنتجات الغذائية المميزة دائما بسلطاتها ومنتجاتها منتجاتها اكثر من 40 منتج لها كمان ولا تنسوا كمان الحمص المميز مساء الخير مساء الخير كل عام ونتبه خير ومنتبه الف خير ورمضان كريم وكل عام ونتبه خير كل شيء مع بعضه جاي الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين شو اسمك؟ اسم محمود بيضة اهلا وسلام فيك محمود بيضة بدنا نشوف احنا مع صلوات الغزالة اكيد انت اكلت من شركة الغزالة لابد لابد طيب ما اسم اخر خليفة اموي ما اسم اخر خليفة اموي شو اسمه؟ استكمل شوية كلها العباسيين او العمويين يلا اجاك السؤال ما اسم اخر خليفة اموي اعلكت قاعد بتحزن لزلم انت عبد الملك لا لا مش عبد الملك لا 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 غير الوليد لا لا ولا الوليد شو اغير اغير جاوبة يا ابا هاي سهل شاسمك انت عمود رماء رماء طلع صلي رب حتى انت نايمي رماء طيب اسمع طيب بس اوعات كله بعرفهاش كبان هاي وعد سهل يلا ما هو نهاية الزمان والمكان وبداية النهار؟ الليل ما هو نهاية الهارة طلع بتجاوب لك قاعدة بتجاوب يا سلمي المكتوب؟ المكتوب مستمعين مصبوط عرف اسمع حرف النون حرف النون نهاية الزمان النون والمكان السيام السيام وستاشر ساعفر وشمس وشمس ومية أطش وكوف ودفع مصاري ودفع مصاري الله يعينك طيب هاي من الغزال سلطات وحمس كلش منتجاتها كاملة شو بتحكيله؟ ألف شكر للغزال ويعطيه العافية كل عام ونتم بخير ونتم ألف خير شكرا إليك الجودة أسلوب حياة مكملين معكم مشاهدين متابعينا مع شركة الغزال للمنتجات الغذائية أمسيات رمضانية وجولات مميز جدا في مدينة طول كرم لا تنسوا أنه اقترب وعيد الفطر السعيد كل عام ونتم بخير لما تبقى إلا القليل كل عام ونتم بخير قبل الكل مساء الخير؟ مساء النور كيفك؟ الحمد لله تمام شو اسمك؟ خضر أبو صغيب خضر أبو صغيب ونت؟ خالد موهو قبل شوية كان أخرص صار بحكاية صح؟ مش تعملت اللي بنشارة؟ لا الحمد لله رب العالمين الحمد لله شو اسمك؟ مؤمن نايفي مؤمن نايفي أخو بيلال إن شاء الله الله يعين الله يعين على البلاوي كلها بلاوي طيب إحنا مع منتجات الغزال شو رايك بسلطات الغزال وكمان الحمص تبعه شو رايك؟ ماشاء الله عنها زاكي ومنيحة طيب إلها 40 منتجة جماعة طيب اسمك صحب الليلة أبو إيش انت؟ وإلك وإلها؟ أبو صغيب أبو صغيب اسمك؟ كيك أبو صغيب؟ لا خضر خضر أبو صغيب طيب أبو صغيب أبو صغيب اسم شيء إشي منوكله من ثلاث أحرف إذا حذفنا أول حرف منه يصبح شيء منشربه وإلك وإلها يا فالح أنا بنفكر حليب كيف يعني؟ فسلية طيب حليب أربعة أحرف كيف ملإحبصر لبن؟ أنا قلت ثلاثة مش أربعة ثلاث؟ أنا قلت ثلاثة مش أربعة شو يا سيدي؟ خمس من دور فيها هاي بدنا شيئا يلا قلت وانا بدأ راحت علي السؤال شو؟ خلينا نفكر لها شوية فكر فيها شو؟ خمس ابعد ولا؟ ابعد مقعد أه ماء 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 مش صير؟ شو يعني؟ مش عارف؟ لا مش هيك من ثلاثة أحرف يعني إشي بكى يتاكل أول إشي الشي حدفنا أوله أول شي بنوكله صح؟ أه إذا حدفنا أول بصير شي بنشربه بنشربه أه شوي دي دي السؤال هاي شو اسم الكصة هاي؟ هاي حسن الشافع حسن الشافع حسن الشافع؟ يا حبيبي يا حسن الشافع يا ناوة تطلع زيوه؟ والله طيب إن شاء الله بطي أجي أنا عندك أقدم أغنية بتربحني ها بس إن شاء الله إن شاء الله سؤال اسم شي بنوكله من ثلاث أحرف إذا حدفناه بنوكله كثير كمان عقول الحال يلا يلا ثلاث أحرف إذا حرفنا أوله صار إشي بنشربه شوي يلا وهذا الشافعي كمان؟ هاي قصة الشافعي؟ والله كلها قصات شافعية التامر حسن التامر حسن أو غير يلا أنا بعطيك آخر مجال يلا والله سهل وكل يوم بنوكل منه كثير منه وهي العيام أكثر منوكل منه يلا فجل فجل شو؟ أعطيني يلا يا بنايفي والله صعب صعب لا غدا وعشا بنحط منه كمان وفطور تنشوفك مرحبا تنسمعون بقي يجاوب لك عليك مرحبا كيف؟ الحمد لله شو أخبارك؟ الحمد لله من وين حضرتك؟ من بديا من بديا أهلا وسألا فيك وانت يا أمورة شو من شاء الله ماشاء الله عليها طيب إحنا مع مسابقة مع شركة الغزاء المنتجات القذائية إذا جاوبت على السؤال طوال بتاخد جائزتك سألناهم حزيرة اسم إشي منوكله من ثلاث أحرف إذا حذفنا أول حرف منه بصبح شيء منشربه شو؟ منوكل منه كثير يوميا كمان تقريبا خاصة في الأيام أكثر منوكل منه يا سلام براء فكرت فيها آه خلص أمير ولا مصاحبني صاحبني آآ 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 لبن لبن بنصر شيء نشربه لبن 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 مضبوط كيم حرفي طيب والأول منوكل كيم صار آآ 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 لأ يعني هو من الخضار نكرب السؤال شوي كريب منشربه نشربه شربه شربه يا زلمي شربه يا زلمي شربه براو عليك شربه شو؟ آآ سهل سهل علينا شوي الله يسهل عليكم جميعا بس على الكاميرا سكرت الكاميرا يا أبو سنيب مغير السؤال عن جد غير شو يا قائد ما فكرش فيها؟ طيب طيب يلا أخرى الشي سهل سهل الله مشهور أسلا سألتك سهل لا والله طلع كيف هناك راح يجاوبه طلع هون كيف راح يجاوبه طلع تعال لا أنا بدني الابن مرحبا يا بطال كيفك شو اسمك يحيى حاتم القب يحيى حاتم القب سألناهم واحد قال لولا أن الموت أتاني لجعلته كل الدول العربية الإسلامية مشهور شو اسمه لا الله يرحمه ماذا هو يوصي؟ ماذا هو يوصي؟ لا ولا مشهور مشهور كثير مشهور مين اللي اجي حرر الكدس بعد 500 سنة؟ ابن الخطاب شو اسمه؟ مين هو؟ اللي اجي حرر الكدس؟ ابن الخطاب اللي لا صلاح الدين الايوبي صلاح الدين الايوبي اللي هو كان لو لان الموت اتاني لجعلت كل الدول الاوروبية الاسلامية صلاح الدين الايوبي طيب هاي جايستك من صلاطات الغزائل شو بتحكي لهم؟ كل عام انتم بخير وشكرا لكم كل عام انتم بخير مبارك كل عام انتم بخير اذا مشاهدة وصلنا معكم محطة الاخيرة بصحبات شركة الغزائل المنتجات الغذائية زي ما حكينا لكم اكثر من 40 منتوجة من شركة الغزائل المنتجات الغذائية موزعة ايضا لها افرع في كل مكان موجود في كل المحلات يعني انا بكلكم مميزة بحكي لكم مش الا شركة الغزائل المنتجات الغذائية مشاهدة متابعينا دائما راح نتواصل معكم ونجدد لقاء حتى نهاية شهر رمضان بصحبة شركة الغزائل للمنتجات الغذائية من وراء الكاميرا براء عمر القباب الاصمر ياسر بلعاوي ومني انا متصراني يسعد اوقاتكم الى اللقاء المترجم الى اللقاء اشتركوا في القناة